سؤال كم ذنب أذنبناه فسبب الغم في حياتنا إذا كان ذنب آدم عليه الصلاة والسلام أنه أكل من الشجرة فخرج من الجنة كم من ذنب أخرجنا من الجنة في جنة في الدنيا ومن الجنان أنك ترضى على الرحمن لماذا فلان يموت ابن وابن 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 ولا زال مبتسما مسترجعا راضيا بقضاء الله وأنت يوم صدمة السيارة طاش العقل وكدت أن تخرج من الدين ولما قطعت قدمك اعتقدت أن الله أراد بك سوءا ما أراد بك خيرا لماذا هذا يبتلى ويرضى وذاك ما يأتيه إلا قليل من الإبتلاء ويجزع هناك ذنوب تسبب الغم لما خرج إبراء آدم من الجنة بذنب عندما ألقي في البحر ذنون بذنب لأنه ما صبر حتى يوحي الله إليه أيخرج من أينوى أم يبقى لذلك يا أيها المغموم فاتش في سجلات حياتك فيه ذنب أنا وأنت ما أنا ما أدري عنه وذنبي أنا أنت ما تدري عنه لكن والله أننا نعلم من أين أتينا كثير من بعض الناس لديه ذنوب زلزلة السكينة في حياته أعطيك مثال مثال ولا تغضب واحد جالس معنا الآن قاطع رحم واحد الآن معنا قاطع رحم أخته أخوه ابن أخيه ابن أخته عم ابن عم عم ابن عم خال ابن خال كل الأرحام واحد من الأرحام تقطعه بغير حق يقطعك الله ومن قطيعة الله ومن قطع الله لك أن يسلب السكينة من قلبك لأن صاحب القطيعة معرض بلع أن يلعنه الله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله واحد متعرض لعنة الله ألا تصيبه الهموم والأحزان والغم يسكن قلبه بلى والله يتسلط عليه ابنه ابنته بيته زوجته ماله هو السبب ذنب لنبي وقاس الآلام في جوف البحر وهو في جوف بحر في ظلمات ثلاث ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت بطل الحوت فلما أنه علم أن الله أوحى للحوت أن لا يكسر له عظما ولا أن يؤذي له جلدا علم أنه الابتلاء انشغل بماذا انشغل بالتسبيح يا الله من فضلك مفتاح الفرج لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت الكلمة التي هي مفتاح الجنة التي من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة أعظم كلمة قيلت منذ عن خلق الله السماوات والأرض الكلمة التي من لوزنت السماوات وما أضلت والأرض وما أقلت بها لرجحت بهن لا إله إلا الله ثم سبحه ونزهه ثم بعد ذلك اعترف بذنبه هذا الأنين في جوف البحر سمعه الله يا مهموم يا مغموم والله إن الذي سمع ذنون يسمع أنينك لكن طالبك طلبه أحب خشمك تخلص من الذنب الذي أوجب الذنب الآخر والهم الذي سبب دخول قلبك تخلص من هذا الذنب ذنوب في الخلوات مقارع أهل الذنوب والسيئات قطيع أهلي لمن أمر الله أن يوصل كل أكل للحرام سماع للحرام إلى غير ذلك ترك للفرائض ولذلك أيها الأحباب أحد الساد تابعين عندما سجن في حق من الحقوق قال أذكر سببا لهذا الذنب الابتلاء قلت عن رجل إنه رجل سوء من أربعين عام الله المستعان أننا نقول هذه من أربعين دقيقة الله يجزاك خير من أربعين عام أساء الظن في مسلم وبعضهم قال حرمت الدمعة لأني رأيت عيناً تدمع لمسلم يدمع فقلت ليس هذا لله راح يتتخل في القلوب وبدأ يتهم النيات فحرمه الله السكينة والدمعة والخشية إذن إذا توافرت وتضافرت الذنوب على المؤمنين فإن مكانها الغموم ومكانها الغموم ولذلك كل ذنب اقترفه العبد فإنما هو يجعل بقع في حياته سوداء ويجعل بقع في حياته ممرضة له يرحل معها السكينة والعافية عد إلى الله وحياناً يقول شخص طيب أنا لا أذكر ذنباً ولكن الحزن في قلبي الحزن المرضي الذي يقعدك هذا عقوبة أما إذا كان الله يأخذ منك وأنت تطيعه فاعلم أنه أحبك فإنه إذا أحب عبده ابتلاه إذا أحب عبده أصاب منه أصاب منه ولذلك الأنبياء ابتلاء الناس على قدر إيمانهم الأمثل فالأمثل لذلك كان الأنبياء عليه الصلاة والسلام كانوا أشد الناس بلاء أيها الأحبة في هذه الحياة لا مكان للراحة التامة واللي يبغى الراحة التامة يدور مقبرة من المقابر ويسكنها حتى يموت ما في مكان هنا إلا وأن فيه هم لكن الهم هذا مخلوف بالأجر إن احتسبته انتظار الفرج عبادة ولذلك أيها العبد اعلم في الحياة لا بقعة إلا وبها بلاء ثم بعد ذلك انتظارك لفرج الله مهما طال عناءك فوالله إن الله يسمعك ثانياً الوقفة الثانية الله قريب من صفاته القرب جل وعلا هذا الذي يسمع دبيب النمل هذا الذي سمع تحاور المرأة خوله بن ثعلبة وهي تشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما عائشة بجوارها ما سمعت هذا العظيم سبحانه من صفاته القرب من صفاته القرب حديث نفسك يعلمه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه طيب يا أخي إذا تمتمت له بالدعاء والناس لا يسمعون ألا يسمع ألا تشعر بقربه ألا تشعر بقربه إن شعورك بقرب الله لك يجعلك تطمئن ترى بعض الناس يقول يا شيخ ودي أقول لك بس أبيك تفهمني ويجلس أمام القاضي يقول يا شيخ أنت يمكن ما فهمت اللي يقول قال والله فاهم لكن لا حق لك تريد أن تفهم الناس الله جل الله وله المثل الأعلى ما يحتاج تقسم افهمني أنت بدون ما تتكلم هو العليم الخبير هو الذي يعلم ذات الصدور هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هو الله هو القريب هو المجيب ولذلك اطمئن يا صاحب الهم شفت الهم هذا اللي في صدرك أحيانا تزل معه دمعة وأنت تناجي الله إن كانت دمعة خشية يا حظك يا شيخ وأحيانا بعض الناس لا يمكن أن يصلحه إلا أن يصب عليه البلاء يا صاحب الغم إن الغم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله الفارج ربي لكن بشرط أن تعرف الله لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك لاحظ ناداه هو ولا يستطيع أحد ألا يمكن للغم أن يقتل ذنون في بطن الحوت ترى بعض الغم هو اللي يسبب لنا السكر والضغط والجلطة والاكتئاب والحزن والسكتة ولذلك الأطباء يقولون أن كثيرا من الأدواء هذه الأزمان غم ما خرج والغم يخرج بطريقة علاجية وحيدة وهو أن تشتكيه إلى الله فيبدل الله الهم فرحا ويزيل الحزن ويربط على قلبك إذن لا إله إلا أنت هل هذا العظيم تعرفه في الرخاء من عرف ربي في الرخاء عرفه ربي في الشدة ولذلك فلولا أن كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون واصل في التسبيح وهو في البلاء ما مر على قلب ذنون عليه الصلاة والسلام وقفت يأس ولا إحباط ولا قنوط لأنه يعرف الله البعض إذا قلت له يا أخي أدعي قال يا شيخ دعينا أرقي أخي قال يا شيخ كل المطاوعة تفلوا عليه ولا نفع حتى لاحد يقول تفلوا ومنفتوا واصلتم معه إلى القنوط واليأس والإحباط يا شيخ والله جربنا القرآن وجربنا أصبر 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 القرآن ما يجرب الله يرحم والديك هذا كتاب أنزله الله شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين تجربه والله من جرب القرآن ما يشتفيد من القرآن دعينا جربنا ما استفدنا رحنا للطبيب يا شيخ ثم بعد ذلك يتمتم لك الموت يا ليت بالموت الله يأخذني ويريحني والله لو كان بيريحك إذا أخذك الله يأخذك لكن أحشى أنه يأخذك ولا ترتاح ولذلك من الذي دعاؤه يجاب ذاك الذي يلح ذاك الذي كان في السراء يدعو ذاك الذي يسبح مع الدعاء وانظر إلى فقهه وحدا وسبحا واعترف بالذنب وهذا أيضا فعله آدم اعترف بذنبه ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ما أجمل أنك تقر بالذنب يا مسلم أقر بالذنب لربما أدعم غمك وضيقك سببه أنت وغالبا أنت مصائبنا بسبب ذنوبنا ويعفو عن كثير جل وعلا إذن أيها الأحباب من عرف الله هذا أبدأ به حتى لا أطيل عليكم علاج هذه الغموم والهموم أولا أن تجدد معرفتك بالله فاعلم أنه لا إله إلا الله أعلى المعارف والمعالي ولذلك العالم يموت ما درينا عنه ما عنه إلا ربما جالس عشر سنوات في السرطان ما أخبر أبناءه ومشتكى إلى مخلوق وعلماءنا في ذلك من أكبر الأبواب أكبر أبواب الدروس نعم حتى نذكر أشياء حاضرة علماء كثير يتقدم بهم السن وتتقدم بهم الأمراض قد أخفوا عن أقرب الناس إليهم أنينهم وآلامهم مع أنها كانت تفتك بهم البعض كان يذهب للطبيب فيأخذ الدواء لكنه يذهب إلى الطبيب الذي يبرئ الأكمه والأبرص سبحانه وتعالى فيسأله أن يحييه إن كانت الحياة خيرا له وأن يميته إن كان الموت خيرا له مطمئن راض قد قرت عينه سبحان الله يقول ابن من أبناء الشيخ محمد بن صالح بن عثامين عليه رحمة الله الإمام الشيخ حسنة الأيام رحمه الله كان يقول لأبنائه ولست على صحبتكم بحريص عندما قالوا نروح نسافر نجي قال يعني لماذا أنت قلق أنا لست على صحبتكم بحريص يعني تمسكي بالدنيا ليس قوي كأنما يقول بلسان حاله إني أحب لقاء الله الله أكبر ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه يحسن الظن بالله والحبيب يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله وهو عند ظن عبده إذا ظن به فليظن به عبدي ما شاء كما قال ربي جل وعلا لذا اعرف ربك تتدكدك جبال الهم في قلبك تزول والله الغم والله ليأتينك الهم وأنت متبسم كيف تتبسم أحد التابعين عندما مات ابنه أنا لا أقول نفعل فعله ما نستطيع كان متبسما يوزع الحلوى قالوا لما قال لأنه وهبه ثم أخذه أما أرضى وأفرح بمشيئته عندما شاء أن يأخذه ولذلك أيها الأحباب معرفة الله علاج لكل داء لذلك الله جعل هذا السؤال سؤال تحت طباق الأرض كلنا سنسأله من ربك من ربك مذاكرته عيشك فوق الأرض ما عشت فوقها قد بعضنا يعيش أربعين سنة ثمانين سنة والله ما يعرف الله والدليل على ذلك أنه إذا أتته المصائب بدأ يجزع وبدأ يولول وبدأ يشتكي للمخلوقين وبدأ يتحسر وبدأ يردد لو 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 أين الرضا بالقضاء لا تقل لو فوالله لا يقع فوق ملك الله إلا ما شاء الله كل شيء بقضاء وقدر كل شيء بقدر ليس هناك في الكون صدفة لذلك الغم ليسكن في قلوب كثير سببه عدم معرفة الله علاجه أن تذاكر من جديد منهج التوحيد منهج من ربك منهج أن تعرف الله بأسمائه الحسنى والصفات العلا كما قلت هو قريب إذا قلت يا رب ما يحتاج يسمعونك الناس لو فاضت العبرة وعلم الله نداءك ولو كان النداء خفيا فإنه يستجيبه وهو يسمعه لذلك زعلان ليه الله يعلم وشاء ذلك لذلك أسأله أن يكشف الضر عنك ويكشف الهم عنك أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السور من علاجات الهم أيضا أيها الأحبة الدعاء وتأمل في حديث أمر عليه الصلاة والسلام أن نتعلمه والذي لم يحفظه فليحفظه والذي ما تعلمه فليتعلمه والذي في بيت من الأبناء والذرية ما تعلموا هذا الدواء فإن الأحزان على قوارع حياتهم وعلى أبوابهم بل على أبواب العيون والقلوب الأحزان حتى نتعلم كيف ننكسر بين يدي الله الحبيب علمنا دعاء يزيل الهم يزيل الغم بل ويبدل الله الهم كما فرحا والذيق فرجا والحديث صحيح الصحابة بعد أن قال الحبيب لهم هذا قالوا أنا تعلمه يا رسول الله قال نعم حق على كل مسلم أن يتعلمه حق على مسلم كل مسلم إذا سمع هذا الحديث أن يحفظه لأنك تحتاج كل يوم أن تزيل عن نفسك بعض الوعثاء والغبرة التي لا بد أن تعلو القلب في الحياة ترى يا أحبابي عيالنا نعمة إذا كبر وشوي بدينا نخاف زادتها المراهق بداية عبنا يعني كان بداية نعمة وقد ينقلب نقمة قد يبدأ صاحبا وينقلب عدوا قد تفرح بالزوجة ثم تكون عدوة لك وقد تفرح الزوجة بالزوج ثم يتغير أخلاق الزوج إذن في الحياة أنت معرض على الأحزان غسيل الأحزان بدعاء ما هو اللهم عندما قال صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب عبد أهم ولا حزن فقال إن اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ماضم في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري ونور صدري ثم قال بعد ذلك ونور صلى الله عليه وسلم ونور صلى الله عليه وسلم من السعادة وفيه حلاوة والله إني من السعادة أبكي والله يا شيخ أني أبكي كما قال بعض السلف إن كان الملوك هو أبناء الملوك فيما نحن فيه من السعادة إذا إن حياتهم إذا لحياة سعيدة وبعضهم يقول لجال دون عليه ما أجمل أن تشعر بالفرح ولن يجلو ذلك إلا الإنكسار بين يدي الله إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ماضم في حكمك عدل في قضاءك ثم تسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا ما تعرفها وما لم تعرفه ما علمه وما استأثر به في علم الغيب عنده ثم تسأله أن يجعل هذا القرآن نور قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك وهمك وهنا وقفه القرآن يفعل هذه الأفاعيل بالهموم والأحزان يبيدها يكسحها يزيلها يورق بالقلب بعد يبسه ويجعل الربيع فيه تجعل القرآن ربيع في طفل صغير في مدرسة في الرياض قال لهم المعلم ارسم حديقة فانطلقوا يرسمون الأطفال الأزهار إلا هذا الطفل أمه حافظة للقرآن ماذا رسم؟ رسم مصحف وزخرفه فأتى المعلم فقال يا بني هذا مصحف مهيب حديقة قال هذا ربيع قلبي تقول همي الله يخلي الهم يا شيخ والله التربيه الجميلة ربيع قلبي إن الربيع ليس الذي تشاهده العيون أحياناً ينبت في القلوب ولذلك تجد بعض الناس في خوف وفي قلق وفي ضجر وفي تعب واحد مطمئن مبتسم راض قار العين ساكن النفس والله ما عليه من الناس واش هالسعادة التي عنده فلان لماذا كل يخاف وكل يتشائم وكل يقول هلكنا هلكنا إلا هذا يقول ابشروب الخير والله أنه يعرف الله ولذلك كان السبب الأول إذن الدعاء الدعاء فإنه من أكبر أسباب جلاء الهم